نادي الأهلي في الأيام الأخيرة دخل في مفاوضات قوي جداً مع مسؤولي نادي أمبي ليه؟ لأهلي عايز يخلص في محمد حمدي محمد حمدي زي الأيسر والجناح ولعب الوسط اللي بيلعب فقط من المركز في نادي أمبي ولعب شاب رائع جداً الأهلي عايز يجيبه عشان يبقى بديل لعلي معلول عشان يبقى بديل لعلي معلول ليه؟ المارس الكولر عارف انه علي معلول في حاجتين يئما الموسم ده بعديه يمشي لعرض آخر يئما الموسم ده ممكن علي مستواه البدن يتراجع مع تقدم العمر فكده كده هو عايز بديل لعلي معلول علي معلول الوقت في أفضل أحواله كده وماشي سايل فل بس هو مش مستني لحظة النهاية بتاعت الكورة هو مستني أو عايز يبقى جاهز بالبديل وده يخليني أروح لنقطة مهمة جدا هل الأهلي حاسم أموره مع أحمد فتوح؟ هقولك كم معلومة مهمين جدا فرصة دلوقتي تشتبع عارفه فتوح لحد هذه اللحظة فاتح وأنا أبقى بصلي من جوء من جوء يعني الكلام ده نادي الزمالك عارفه فاتح سكة مع النادي الأهلي فاتح سكة مع نادي بيرامدز وفاتح سكة أكبر مع نادي الزمالك والمفاوضون في نادي الزمالك يعلمون كل هذه الأمور وحتى في عرضهم لأحمد فتوح لتجديد التعاقد هم مش حطينه في حزبة أنه هو يساومه احنا هنديك عرض لو قبلته هتبقى مكمل مع الفريق لو مقبلتوش مش هتكمل مع الفريق الناس كالنهارك بتسأل كتير هو مش قاله قاعدوا معايا وهيخلصوا وهيجددوا واوا لا لسه مفيش أي أمور اتحسنت لسه وكل حاجة وردة في قصة فتوح الأهلي وارد بيرامدز وارد الأكثر جدية أو الأقصر أو الأقرب يعني الفتوح هو البقاء في نادي الزمالك بشرط أنه يتوصلوا لاتفاق مالي يرضي الطرفين والطرفين دي الطرفين دي مهمة أقول إيه أنه الزمالك لو مش راضي انسى فكرة وده بحسن ما سمعت من جوان انسى فكرة أنه فتوح يساوم أو ياخد أرقام خزعبلية لو مش هيوافق هيقولوله شوف حالك